هنا يفهموني مكتوب تحت الصورة يقولوني أنه يوجد طفرة بهذا فوسفوت هذا الجي بي هذا اللي لونه الجليكتان كور هذا الطفرة بهذا المكان تخيلوا هذا النضرب ما سيحدث؟ ما سيحدث؟ ما سيحدث؟ كما سيحدث في مرابة ولم يدعون بأنه الخلال بين عندما سيحدث سيحدث وأنه لا يحقق فرضية ينظر السورة من المرابة يتعفق في مرابة هذه الثلاثية الموجودة فلنحلال بسبب خلل غيشاء سيحدث لأنه يجب أن يكون لدينا خلية الجزعية خلال غشاء الخلية الجزعية الخلال جاية فعن يصرف عندي زيادة بحساسية الكريات الحمر للمتممة عندها حدوث حماض بالعادة نحن نرى مثلا نحن نرى كهرباء ما فيه هواء ما فيه نفس المدراج بالباص شو بصير وحد يصرف عنده حماض بشي لا يخدني بما أنه المتممة عنده طبيعية الحماض هو العملية تكرب بالنسبة لكريات الحمر بتحرد إنحلاله إذا ما كانت المتممة فهي بتحفز المتممة هي الحماض بتحفز المتممة في حال كانت بحفز المتممة أنها تحل الكريات الحمر بس إذا المتممة سوية إذا العوامل المصبتة المتممة سوية بتمنع هذا الانحلال فهمنا شنون؟ إذا وضعي مسلي من ناحية العوامل الحامية للكريات الحمر بتعرض لانحلال عنده درجة الحماض بس عند الإنسان لما يتفعل سبيل المتممة مثل ما كون شايفين هنا يتفعل السبيل البديل ينشطر السي ثلاثة السي خمسة كذا انضربت الكريات الحمراء وهي الصورة اللي بعد نفس الشي هي بتوضح الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي نشوفوا شنون؟ السي دي خمسة وخمسين وتسعة وخمسين بيصبطوا بيصبطوا أنظيم الكونفيرتز اللي بديشتري السي ثلاثة بيكملي بسبيل المتممة والتاني بيصبط لي معقد مهاجمة الغيشة فهذا الشي يحمي الكريه الحمراء من شو؟ من تأثير المتممة يلي فعله من الحماط هاي الصورة اللي بعد شوفوا شون انه السيد ثلاثة هذا شون بيعمل عم فرجوكم شون منظر السقوب بالغيشة ومعقد المهاجمة تذكروا هيك شون بيصطفوا هيك مثل قرص ومشان بيعملوا فجوة بقى بالكريه بيختل تفازنة الحلولة وبينفجع شايفين شون الصورة اللي بعد كل هاي الصورة الرابعة طوام خلصنا هاي الصورة كتعدي دي اي سيدي حطا والله ونسي لا ما نسيت لا لا صعي لسه اي اي تركوا هاي عندون الصوفين نوقف بس عندها اخر شريفيات ثلاثة كوريات حمر جنبعه ففهمنا الالية فدولة السيد الخمسة وخمسة 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 ضروريين ليحمولي المتممة من يحمولي أصدير كريهات الحمر من فعاليات المتممة المحرضة بالحماط تمام؟ طيب هلا هاد المرض لما عم يغيب هذا البروتين اللي شفتو بأول صورة من المرجع المتعابلين على هاي الانحلال وكما تأثر الصوفيحات هذا الخلال البروتيني شفتو بأسهر تمام؟ لما التحريض المتممة على الصوفيحات زيادة قلبة الخسار لتابع تحويل الحرب عندها المريضة. تمام؟ معناتها نتذكر انه انا قلت الخلل على حساب الخلايا الجزعية. هو كلونا. يعني اضطراب وحيد النسيلة على حساب الخلايا الجزعية. مو اضطراب تكاسري. لا اضطراب غشاء. ننتبه. مو كل شي وحيد النسيلة يعني وراه. لا. وحيد النسيلة يعني يصيب هاي الكريات يعني كل شي اولاد جائي من هالكورية الام. طيب. هلا معناتها الحالة السريرية او الزيسالوس السريري هو فقر دم انحلاري داخل الاوعية غير مناعي. غير مناعي داخل الاوعية متل ما شفنا ايجابية بالهدولة. البيلي ربين مرتفع. في عندي خضاب بالبول او يعني بول احمار. وفي عندي خثار بسبب متل ما انعم تتأثر الصفيحات لانه عندها نفس البروتين فاز اصار فيه خلل تتحفز هي كمان بتأثيرات المتميمة تتحفز وتتعملي خسار. وفي عندي بين سايتوبينيا. تمام؟ بين سايتوبينيا. هلا الشو منا نقول كمان بيكفي هاي. فهمنا يعني الفكرة اللي تبعها. حاولت انا حط فيديو بستيط اقصر فيديو اربع دقيقة لحالي بروح نوص الوقتين اذا نشوف فيديو. فمعناتها ما انسى الفقد الدم الانحلالي بهاي المواصفات. خسار الوريدي. هلا لحنت وسع فيه شوي. وفي عندي قصور النقي متل ما اننا شايفين. شون دي فكر في اناي المتلازمة اذا امام اي حالة بين سايتوبينيا الحشاب التشخيص التفريقي ما بنخسر شي نحطى اخر شي رقم عشرة يعني بس نفكر فيها. ليش نفكر فيها لانها خطيرة. ليش خطيرة؟ انا ممكن هي بعد فترة اما سابقة لظهورة او تالية لظهورة انها تترافق مع بلاستيك انيميا. هلا انا اتوقع ان الدكتور يجيب هاي المعلومة ان نركز عليها بالمحاضرة. ركز على فكرة ترافقة مع بلاستيك انيميا. تمام؟ فقرة دم لا تنسجي. اللي هو بصين عندي كمان حالة من اسمه. لا تنسج بالنقي يعني مشكلة خلل بالانتاج. اه فبصين عنا نقص بالعناصر. اه فلا تنسجي يعني شو يعني لا تنسجي يعني وقف النقي. تمام حالة خطيرة. اه 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 علاجة عرضي يعني. يعني. ممتاز حلو كمان هي معلومة مزبوطة. تمام خمسة انها بتحولوا للوكين. هلا اتمنى اتمنى احكي عنا اكتر بس بدي لحقل. يعني. انا عملي احساب يركي ان شاء الله ع ادعش ونوصلنا خلاص. بس ديك الاساسي. هدول على الاساسيك يعني انه تحميه. طيب. بس بالله وين كنا اخر شي.